اشتركوا في القناة 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 ولا يمكن انه يكون الناس على قلب رجل واحد او امرأة واحدة عشان ما يزعلوا نساء مستحيل انه يكون الناس عبارة عن قلب واحد وعقل واحد وبدن واحد لذلك احنا محتاجين نفهم ايش هو الاختلاف محتاجين نفهم اسبابه محتاجين نفهم كيف نتعامل معه هذا الامر يا جماعة في غاية الاهمية لانه هو يفرق المدنية عن القبلية هو اللي يفرق ما بين حضارة ممتدة ومتسعة ومستوعبة للاخر وحضارة غير ممتدة ولا مستوعبة للاخر بل تنتكس وتتراجع في الماضي في العصور الوسطى كان مشكلة الغرب عدم تقبله للاختلاف كان مشكلة الغرب انه يريد ان يكون دين واحد بل مذهب واحد يريد ان يكون لون واحد يريد ان يكون جنس واحد لما تفهم الغرب انه هناك تنوع في الدين والعرق والجنس وكل شيء اصبح يمتلك من المدنية والحضارة ما جعلته يهيمن على كل الارض زي ما احنا بنشاه لذلك المنهج السليم هو الضمان المنهج السليم في الاختلاف هو الضمان الحقيقي لانتشار العلم لو ما في اختلاف لو ما في قبول للاختلاف تخيلوا هل ممكن انه الناس تتقبل وجود علوم جديدة ارسته لما حورب وقتل لانه جاء بعلم جديد مختلف عن علوم الناس وغيره وغيره ابن رشد ابن رشد كان يتمنى ان الناس تسمح له بالاختلاف اذا لما يكون في منهج سليم في الاختلاف هذا ضمان الانتشار العلم وجود منهج سليم بالاختلاف ضمان الناس الانسب للمكان المناسب وجود منهج سليم في الاختلاف رحب يعيش الناس جميعا بامن وسلام مجتمعي لانه الناس تختلف وتتفهم الاختلاف وتستوعب الاختلاف فما في داعي انها تتقاتل ما في داعي انه يقون احدهم الاخر ولا يجرح احدهم الاخر بالمختصر وجود منهج سليم للاختلاف يعني ان هذه المجتمعات راقية ومتحضرة افت رفض يعني احنا طبيعي يكون مختلفين نعم يعني هذا الطبيعي وهذا ما اريد ان اقوله ان يكون في طبيعة نعم من وين بدأت يعني بدأ الموضوع دكتور جمال المشكلة احنا الان هل اشكالنا واحدة لا طبعا هل صورنا واحدة يعني بتعرف بتعرف المشكلة فين دكتور جمال المشكلة انه الناس تعرف الاختلاف على مزاجها يعني انا اليوم اليوم بقول انه الاختلاف لا يفسد للودي قضية صح تجد معي الوف وقوله نفس العبارة الاختلاف لا يفسد للودي قضية لكن لما يمارسوا الامر هذا بتشوفهم بتلاحظهم ان ممارستهم مليئة برفض الاختلاف مليئة برفض الاختلاف ولذلك مهم نعرف شو هو الاختلاف الاختلاف يا جماعة هو عدم التطابق ولا حتى التشابه وحتى اتطر بالموضوع احنا صورنا واشكالنا مختلفة صح صحيح هل نعلم انه في يوم من الايام وفي زمن من الازمان كان هذا مرفوض يعني كان ينظر للي لونه داكن واصحاب البشر السوداء كان ينظر لهم بعنصرية صحيح ليش ولا الاسيويين ولا العرب حتى ليش لانه كانت مجتمعات لا تتقبل الاختلاف ليش كانوا ينظروا للمرأة الرجل كان ينظر للمرأة بانها اقل منه مستوى مجتمع لا يقبل الاختلاف لكن بعد ما تطوروا تطوروا فصاروا ايش يتقبلوا لهذا الاختلاف بالعكس يدافعوا عنه صح صح وإحنا بالتبعية تقبلنا هذا الاختلاف أو كنا نتقبل لما كان عندنا حضارة جيدة كنا نتقبل هذا الاختلاف نتقبل انه في اشكال مختلفة الوان مختلفة صور مختلفة صح صح الشيء اللي مش راضي الناس تتعامل معه انه على فكرة مش بس الصور مختلفة والأشكال مختلفة والألوان مختلفة كمان العقول مختلفة سبحان الله كمان طرق التفكير مختلفة فزي ما تقبلت اللون وتقبلت الشكل المختلف والصورة المختلفة لازم تتقبل انه في عقول مختلفة وتفكيراتها مختلفة وعلى فكرة هذا الموضوع هو اللي يقوم عليه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حتى في العقيدة والإيمان بالله العقول المختلفة فبنلاحظ أنه في ناس تقبلوا اختلاف الرأي وفي ناس لم يتقبلوا اختلاف الرأي يعني أنا يمكن ما بعرف بدي أدخل بشغلة دينية شوية ربنا حكى في القرآن وخلقناكم شعوبا وقبائل يعني ربنا اللي أراد ذلك فهذه حكمة الله على الأرض أن نكون مختلفين بالتأكيد والذي برفض هذا برفض حكمة الله نعم ورب العالمين قال ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة صحيح ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة وقال ولكن ولا تزالون مختلفين ولا تزالون تزالون هاي تفيد الاستمرار الأبد ولا تزالون مختلفين ماشي فإذن جمع الناس أمر يستحيل أمر مستحيل لو الناس كانوا يجتمعوا على إيمان واحد وعقيدة واحدة طيب ليش الناس تقبلت أن يكون لها صور مختلفة وألوان مختلفة وصلت إلى هذه القبول لكنها رفضت قبول العقل المختلف لأنه مش قادرين يستوعبوا أنه ممكن يكون تنوع في التفكير وتنوع في طرق الوصول للنتائج يعني اليوم اليوم دكتور جمال رأى رأي بس ما أقنعني ولا أعطاني حجة وأنا طلبت منه الحجة ما أعطاني إياها لكن هو مطمئن لهذا الرأي مطمئن هي بيحكي لك يا أخي أنا مطمئن لهك أحكي لك بس يا أخي ما فيش دليل ما في معك دليل تحكي لي أنا مطمئن لهذا الرأي خلص صح الآن هل أنا عشان أوافق على وجودك معي وأوافق على أنه يكون إليك الحق في أنك ترى هذا الرأي لازم أنا أخذ منك حجج وأخذ منك أدلة لو كان لو كان وهذه نقطة مهمة وفيصلي لو كان الأمر في أنك تأتي بحجج ودليل على رأيك هو شرط على وجود هذا الرأي كان بطل هذا تقبل للاختلاف لأنه إذا كان معك حجة ومعك دليل حتى إحنا نقبلك فالحجج والأدلة يعني هي دليل العقل هي دليل العقل اللي تبعنا يعني تخيل أنا أجي أحكي لك بدك تجيب لي دليل أنا أقتنع فيه عشان تكون أنت موجود وين وجهي قبول الاختلاف في الموضوع هذا أنا يفترض أني أقبل اختلافك معي في رأيك معي سواء أنت جبت لي دليل أو ما جبت لي دليل بس أستاذ محمد نقاشنا دائما بيكون يعني لما أنا أدخل مع أي واحد في ديبيت أنا عشان أقنعه برأيك آه فعذا الهدف إذا أنا ما أقنعتك برأيك هل هذا تحكم علي بالإعدام؟ تحكم علي بعدم الأحقية في أني أكون موجود برأيك أو رأيك يكون موجود؟ إذا أنا أقنعتك برأيك بطل فيه اختلاف الرأيك تقبل الآخر معناه تقبل الآخر إذا أنا ما اقتنعت برأيه لكن إذا كان شرط أني أقتنع برأيه حتى أتقبله بطل اسم اختلاف الرأي ولا بطل اسم قبول الآخر الشيء الآخر هناك كثيرين يدعون احترام الرأي ماشي؟ أقول لك أنا أحترم رأيك لكن إذا ما جبت لي دليل باتهبك بعدم العقل طب فين احترام الرأي في الموضوع؟ وهو طبيعي أني أنا في آية في القرآن لكم دينكم وليدين يعني هاي واضحة يعني إذا أنا ما جبت لك إذا أنا ما جبت لك دليل ماشي؟ فمصير أنت تتهمني بالسفة والغباء عشان أنا ما جبت لك دليل لأنه ببساطة إذا أنا جبت لك دليل وأقنعتك بطل في رأيين والله يا أستاذ محمد الأيام هاي الأيام هاي اللي ما بقدر يثبت أنك غلط بصير يحكي أنت صلعتك كبيرة أنت لابس نظارة أنت لحيتك طويلة أنت رجليك ماشين هيك أنت طويل أنت قصير أنت ناصح أنت ضعيف بصير يضرب في شخصك مش في فكرك صحيح لأنه لأنه أنت الآن أنت الآن بتنتقل من الرأي للشخصنا شايف؟ للأسف والحقيقة والحقيقة أنا اليوم أنا اليوم بدي أركز على نقطة دكتور جمال شضر بدي أركز على أنه أنا وإياك نتعايش وأنا وإياك نقبل بعض حتى لو أنا شايف أنه ما عندك حجة مش بس حجتك ضعيفة أيضا حتى لو شايف أنه ما عندك حجة شايف؟ يعني أسألك سؤال واحد أهله عودوا على نمط معين من الحياة ماشي؟ نعم هو مطمئن لهذا النمط وما بيئذي فيه الناس ما بيئذي فيه الناس أبدا ماشي؟ وأنا أقنعتك أو بقنعك أو بحاول معك بالدليل والحجة والبرهان أنه في شيء ثاني أفضل أو اللي بتعمله أنت مش مفيد صح وأنت مش حاب تغير نعم أنت مش حاب تغير إذن هل أنا أسفه منك؟ هل أقلل منك؟ إذا أنا قللت منك وصفهت منك هذا يعني أني لا أقبل لا أقبل الآخر مهما كان باستنى عليه حتى يقنعني إذا باستنى عليه حتى يقنعني فهذا لا يسمى قبول الآخر هذا يسمى قبول ما تقتنع فيه فقط شايف؟ المشكلة أنه أنه في كثير من الناس اللي يرى نفسه شخص مدني ومتمدن ويقبل تعدد الأراء ويقبل تعدد وجهات النظر ويقبل ويقبل الآخر مهما كان تجد في لحظة معينة في لحظة معينة يصاب بالغرور وينظر للآخرين على أنهم أقل منه عقلا أقل منه تفكيرا أقل منه في النظر أقل منه في كل شيء والحقيقة نحن من ثبتها أن عقول الناس يا جماعة وقلوب الناس مختلفة في ناس تقوم بالعمل تقوم بالعمل على ظاهره وفي ناس تقوم بالعمل بتفاصيله وفي ناس إذا ما استطاعت تفهم أعماق الأمور ما بتستطيع ما بتستطيع إنها تتعامل معها يعني أنا بدي أضيف شغلة وهي عجبتني لما رحت على الصين أدرس أول ما دخلت أول يوم هيك تعرفت على البروفيسور فقال لي تعرف ليش أنا خطرتك لأنه لازم البروفيسور يختارك فبقول له لا أنا ما بعرفك والريزومي تبعك يعني شو كان دارس طب جاي تدرس بك ما فيه إيشي يعني بتعرف لسه مخلص جامعة ما فيه هالإشي اللي اخترتك لأنك من جنس آخر من إثنتي أخرى من عقلية أخرى بلغة أخرى قد اختلافك هذا يضيف للتيم تبع الريسيرش تبعنا شيء جديد فكرة جديدة لون جديد شوف لوين كان تفكيره نعم فهذا هو بالغض لأنه شوف لما فسروا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قالوا أن التعارف هو أن يعرف كل واحد ما لدى الآخر فيستفيد منه فإذا كان أنا بدي أتعرف عليك وتتعرف علي وتعرف عني أحوالي وتشوف عندي شيء يعجبك فتأخذه وأترك أترك الشيء اللي ما بيعجبني لكني أحترمك فيه والحقيقة أنا بدي أحكي عن اختلاف العقول اختلاف العقول لا يعني أنه في عقل ذكي وعقل غبي اختلاف العقول له أسباب يعني خلينا نأخذ الصورة بتعرفوا أنه في ناس رسامين مبدعين بيرسموا الصور وبيحطوا فيها تفاصيل ما بيشوفها أي واحد مش من السهل أنه أي حدا يشوف هاي التفاصيل أنا شخصيا لو إجيت بدي أرسم بجوز أرسم راس وخطين وأحكي هاي هي هيك الرسمة ماشي هل هذا يعني أني أنا ما دققتش في التفاصيل ما رأي فيش التفاصيل هل معنى ذلك أنه عقلي لا يفكر ما أنا أنا ممكن أكون يعني وأنا كذلك في الفيزياء والرياضيات عندي عندي دراسات وتشعبات وتحليلات قوية ماشي فأعتبر نفسي أني أنا ذكي وهذا اللي رسم الرسمة لو أعطيته مسألة رياضيات ما يعرفش حلها آجي أتطلع عليه أحكي هذا غبي ما بيفهم عقول الناس متنوعة مش معنى إذا أنت لم تستوعب رأيي أو أنا ما وصلت إلى رأيك معنى ذلك أنه إحنا واحد ذكي واحد غبي واحد عنده علم واحد جاهل مش دائما هيك كثير من الأحوال هي طرق في النظرات وزي ما حكينا اللي يرسم الصورة أنا بجوز لما أحكي لي أوصف لي الصورة هذه أوصف لك إياها بالإطار أحكي لك هذا هو واحد بلعب كرة قدم شخص آخر شخص آخر لما يصفها يحكي لك شوف هذا يبدو أنه متعب لأنه شوف الصورة تبعته بتبين أنه بينزل منه عرق وتعبان واحد آخر بجوز يوصف لك بأكثر دقة أحكي لك لا هذا متعب هذا يبدو المجهود هذا كذا هذا عنده طاقة هائلة عنده مثابرة مستعداد اختلاف الناس في النظرات لا تعني أنه واحد ذكي واحد غبي وإنما تعني أنه هناك اهتمام في تفاصيل وآخر غير مهتم في هذه التفاصيل في عندنا بعض التعليقات بتحب تخذهم هلأ سيد محمد ولا بس نخلق خلينا ناخدهم طيب خلينا نبدأ من طبعا عزيزة أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير بتحكي أنه ما زالت العنصرية حتى في بلدنا أو بلدنا أو صحيح أنا أقول أن العنصرية موجودة في كل مكان والدول المتحضرة التي تتخلص من هذه العنصرية ومش بس هيك أنا بدي أحكي أكبر من موضوع العنصرية الدول المتحضرة التي تقبل وجود الآخر طالما أنه ليس محارب ليس حاملا للسلاح لا يؤذي غيره كل ما استطعنا أن نقبل الاختلاف كلما كنا متحضرين وكلما لم نستطع قبول الاختلاف الاختلاف ولا أقول اختلاف الوجه واختلاف اللون واختلاف البشرة اختلاف الرأي واختلاف الرأي قبوله ليس بوجود حجج قبوله بوجوده طب اختلاف الاس هو هذا اللاب طب بتحكي أنا شخصيا أؤمن أن الاختلاف يولد القوة أعتقد حتى يعني معظم الزعماء الغربيين صاروا مقتنعين بهذا الشيء للأسف بلادنا ولذلك ولذلك بزبط نعم ولذلك احنا بشور في ناس يعتقدوا في ناس يعتقدوا أنه زمن المسلمين زمن ما كانش فيه والحدين وما كان في ناس لا يؤمنوا بالله وما كان في حدا مختلف زمن ابو حنيفة له مساجلات مع مع ناس كانوا ينكروا وجود الله له مساجلات معهم ينكروا وجود الله وكان يناقشهم ويحاورهم هذا في أوقات كان فيها علم لما يبدأ لما يكون في اختلاف يا جماعة معناته في علم معناته في حرية معناته في وصول للأفضل معناته في سلام مجتمعي المجتمع يعيش في سلام كبير جدا لما يكون في تقبل للاختلاف ولا يرهق الآخر في أنه يعطي حجج لو ما أعطى حجة طالما أنه مقتنع بهذا الرأي ولا يؤذي غيره فيه فهذا له الحق أن يكون موجودا طيب البعض بجوز يتساءل عن أسباب الاختلاف خلينا نتكلم شوي دكتور عن أسباب الاختلاف شو دل العقل العقل بطبيعته بطبيعته مختلف زي ما حكينا قد يكون مصدر الاختلاف هذا في الاختلاف الرأي مصدره قد يكون اختلاف في الطباع يعني هل تعلموا أنه الشخص الحاد الأراء التي يتخذها مختلفة عن الشخص المرن سيكولوجيا سيكولوجيا الشخص الحاد الأراء التي يتخذها في حياته مختلفة عن الشخص المنفعل الشخص اللي طبيعة تعامله في الحياة ببطء يختلف في قراراته عن الشخص اللي طبيعي التعامل في الحياة سريع سريع الإقاع فالطباع بتحدد الاختلاف طب هذا جديد لا مش جديد تعرفوا ما شو قالوا العلماء عن اختلافات عبدالله بن عباس وعن مع عبدالله بن عمر كانوا يقولوا طبع عبدالله بن عمر كان فيه كان فيه تشدد في الأمر طبعه لدرجة أنه لما كان يتوضأ تخيل دكتور جمال لما كان يتوضأ عبدالله بن عمر كان يدخل الوضوء الماء يدخل إلى عيونه وفي آخر الوقت هو آذى عيونه تأذى عيونه بصره تأذى في آخر عمره كان يدخل لأنه كان من التشدد فيه طبعه كان عبدالله بن عمر يمشي على خطى رسول الله كان إذا شاف رسول الله يمشي على خطى يمشي عليها هذا طبع لن تغير فيه شيء ولذلك لما كان يأتي على الأطفال كان يخشى أنه يحمل الأطفال ليه كان يرى أنه بول الطفل نجس رضيع عبدالله بن عباس كان مرن عبدالله بن عباس كان طبعه هادئ عبدالله بن عباس كان طبعه يعني فيه فيه من المرونة الشيء الكبير نعم كان يقول عن الأطفال لما يحملها كان يقول والله هي رياحين ونشمها فالطبع بأثر في اتخاذ القرارات والأراء فالاختلاف طبيعي أن يكون من طبع إلى طبع الطبيعي يكون في اختلاف كمان الأولويات في الحياة بتأدي لاختلاف الأراء يعني إحنا اليوم لما يكون في واحد أولويته الصحة تختلف عن واحد أولويته البيئة واحد أولويته قوة الدولة والمجتمع تختلف عن واحد أولويته المسنين كبار السن تعرف أستاذ محمد هي هاي يعني في نكتة يمكن تكون واقعية كل واحد منظر لما يراه بمنظره الخاص يعني بقول لك كان فيه تلت دكاترا جالسين بتحدثوا فمر عليهم رجل يعرج بطريقة غريبة فالدكتور الأول كان أخصائي أورام اطلع عليه قال من بعيد هذا الرجل عنده ورم في رجله وهذا السبب اللي عم بسبب أنه بعرج الدكتور الثاني كان أخصائي عظم فقال لهم لا هذا عنده تهتك في العظم في المربط الفلاني في المكان الفلاني وهذا هذه معروفة الطريقة يعني يجى الدكتور الثالث قال لهم لا هذا هو دكتور مساج وعلاج طبيعي قال لهم لا هذا بس لا وكاح له ومبين عليه تطلعه كيف طريقة هذا فلما وصل عندهم قالوا له ما لك يا رجل قال لهم بتعرفوا فيه سكافي هون بصلح أحذي الحذاء تبعي مكسور ومش عارف همشي صح فالموضوع أحيانا كل واحد بنظر إليه بطريقته أو بوجهة نظره الخاصة وطبعا يعني بدون بدون ما يدخل في الديتيلز خلص بحط الحكم والحقيقة والحقيقة إنه أولويات الناس وتركيز الناس بيخليهم يأخذوا قرارات ما بصير واحد يعيب على الآخر قراراته لأنه هو مش أولويته يعني اليوم إذا أنت بتحكي لي مثلا أولويتك والدك والدتك ماشي واحد أولويته ابنه الصغير طفل الصغير الرضيع مين يلوم الآخر في القرار تبعه ما بتستطيع ما بيستطيع أحد إنه يلوم الآخر بقراره برأيه بوجهة نظره إذن اختلاف الأولويات بتأدي إلى اختلاف الآراء النظر في النصوص كثير من الآراء اللي الناس تختلف فيها هي مرجعيتها نصوص النصوص يا جماعة مختلفة مختلفة في النظر في ناس بتشوف النص وبتنظر إلى ظاهره وناس لا يمكن أنها تأخذ النص في ظاهره بتأخذه بتحليل وبتأخذه بعمق يعني اليوم لما لما بنقول لواحد واحد بيتكلم مع ابنه ويقول له لا تلعب بعض أحكي لكم هالقصة صارت معي في هذا الموضوع ابني كان طفل صغير حكالي عطشان ونسيت أخذ مطرة المي معي عطشان بدي أروح حكيت له طب ليه ما أخذت مي من حدا من أصحابك رد علي حكالي انت حكيت لي ما أشرب من أحد ولا أكل من أي أحد فعشانيك أنا ما شربت ولا أكلت من حد يا الله أخذ الأمر بحرفيته في هذا السن يتعامل مع الأمور يأخذها بحرفيتها هل تتوقعوا مني أني أنا ألومه هل تتوقعوا أني أقول له أنت ما بتفهم وأنا بعرف أنه أباء رح يحكوا لأبنائهم أنت ما بتفهم أنت ما استوعبت بسير يدومه لا أنا حكيت أنه هو فهمني بالطريقة اللي هو وجدها مناسب لفهمه ولو تكلمت مع أحد أكبر منه ممكن يفهم بطريقة أخرى وممكن غيره يفهم طريقة ثالثة عشان هيك دائما المرجع في النظر في النصوص دائما بيأخذوا قصة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصليين العصر في بني قريضة اللي هو حديث الله سلم لما قال الصحابة في غزوة بني قريضة فقالهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصليين العصر في بني قريضة أوكي البعض فهمها أنه الرسول بيقصد منها الاستعجال فصلى العصر في مكانه واستعجل ولحق وصل لحق الجيش والبعض حكى لو الرسول سلم قصد الاستعجال كان ما حكى هذا الصيغة كان حكى يعني أسرعوا مثلا ولحقوني في بني قريضة مه ما دام حكى هذا الصيغة إذن إحنا مش حنصال للعصر إلا في بني قريضة فوصلوا لبني قريضة وفاتتهم صلاة العصر وقضوها فطرفين الطرفين شكوا لرسول سلم أمرهم علشان رسول سلم يفتيهم من الصح ومن الغلط تخيل ليش كان جواب الرسول سلم سكت تخيل سكت يعني لما يسكت رسول سلم في هذا الموقف له معاني معناه أنه مهما حاولتم أنه تغيروا نظر الناس للنصوص لن تستطيعوا صح رح يظل في ناس يتعاملوا مع ظاهر النص ورح يظل في ناس يتعاملوا مع الدلالات والمعاني للنص شئنا أم أبين مصبور ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يغير الناس باتجاه واحد لأنزل كلام قاطع قاطع ما فيه أي دلالة إلا دلالة واحدة طيب يمكن يسأل واحد طيب فعلا ليش الله سبحانه وتعالى ما جعلها دلالة واحدة لأنه لأنه مش كل النفوس تطيق الدلالة الواحدة دكتور نعم فيه نفوس تطيق دلالة وأخرى تطيق دلالات مختلفة وجعل النصوص وجعل النصوص واسعة تتسع لعدة آراء وهذا يدل على تعداد الصواب ما بنقول هذا الصواب وهذا خطأ إحنا منقول هذا صواب وهذا أصوب أنا أقول أنا رأيي صواب ورأيه غيري أقل صوابا شوف حتى علميا يعني الصواب في كثير من الأشياء قد يكون مختلف يعني حتى في الطب مثلا بتروحها بنفس المرض على طبيبين كل طبيب بعطيك دواء طب مين منهم الصواب كل واحد أعطيك دواء نوع تاني يعني مش إنه والله اسم تاني لا نوع تاني لأنه كل له مدرسة وكله له نظرته وكله له طبيب علميا هو صح لم يخطئ هو بحاول أنه يدخل أو يقوم بعمل معين وبالتالي حتى العلوم يعني حتى علميا تختلف النظرات لكثير أشياء وكلها صائبة يعني حتى الرياضيات المعادلات تقول لك في طرق لحلها وفي طرق لإيجاد الحلول وقد تكون نفس المعادلة وفي النهاية تختلف الحلول باختلاف الطريقة فلازم نكون في عندنا شوية مرونة يعني في الموضوع صحيح وكمان دكتور من أسباب الاختلاف المرجع يعني أنا عندي مرجع معين أنا أصار محمد بس بعد إذنك ثواني في أحد الأخوة يمكن أوكي دائما من أسباب الاختلاف كمان المرجع يعني قد يكون أنا مرجعي اللي أطمئن له والدي اللي أنا شايف سلوكه وشايف حياته وشايف كيف يعطيني الآراء بطريقة تنزج ما بين العلم والعمل والخبرات وآخر مرجعه ربما يكون كتاب مرجعه ربما يكون أحد من القدامى هذا اختلاف المرجع سيؤدي حتما إلى اختلاف اختلاف في وجهات النظر واختلاف في الآراء فحين نتفهم سبب الاختلاف نتفهم أنه قد يكون هناك رأي آخر مختلف عني دكتور مخلص هل قبول الاختلاف هو طبع أم تطبع خليني اسمح لي دكتور خليني هذا الكلام نناقشه بعد هذه الفقرات من أسباب الاختلاف أيضا المرتكزات اللي يقوم عليها الرأي وأنا بدي أعطيكم مثال يا جماع أي مسألة من المسائل أي مسألة من المسائل لها أصل يعني لما نناقش موضوع مثلا عذاب القبر في ناس يؤمنوا بعذاب أنا بحكي بين المسلمين لعفكرة أنا بابتكلم ما بين المسلمين والأديان الأخرى عذاب القبر بتعرفوا أنه في ناس يؤمنوا بعذاب القبر ناس لا يؤمنوا بعذاب القبر وفي ناس بتناقشوا بالموضوع هذا بحدة وبحدة كبيرة والمشكلة أنهم بتناقشوا في المسألة والأصل فيها الأصل فيها مش هي الأصل فيها الموضوع في حديث الأحاد والحديث المتواتر ما بدي أدخلكم في مسائل علمية لكن اللي لم يؤمنوا بأحاديث الأحاد في العقيدة رفضوا حديث القبر واللي آمنوا بحديث الأحاد في العقيدة أخذوا بعذاب القبر يعني هل من المنطق أنه نناقش أن نناقش عذاب القبر ولا نناقش أصله اليوم لما يكون واحد مش مقتنع بوجود إله هل أناقشه بالفرائض ولا المفروض أرجع أناقشه بوجود إله ومن عدمه واحد مش مقتنع أنه في بلد اسمها كندا هل معقل أني أنا أناقشه أني أنا مشيت في طرق وشوارع أوتوى ويحكي لي لا كيف أنت تبشي في أوتوى ومستحيل الوجود في أوتوى ومستحيل وجود شلالات في منطقة زهر هو مش مقتنع بوجود إشيء اسمه كندا أنا إذن أول إذن أنا إذا كان هناك أصل أصل للمسائل فالمفروض أناقش أصل المسألة ما أناقش المسألة أو نتائجها الجذر نعم ارجع لجذر الأمور عشان هيك لما بتيجي للإدارة في الإدارة فيه شيء اسمه روت كوز برجع أنا ببحث عن الجذر لكل مسألة إذا فهمت الجذر يسهل علي إني أحل الفروع هذه أسباب وفي أسباب كثيرة إذا بدنا نقول إنه الإختلاف يا جماعة مش مجرد أمر سطحي أو ناس بتحاول إنها تختلف لمتعة الإختلاف لا الأراء والعقول هناك من الطبائع وهناك من الأسباب اللي تؤدي للإختلاف وهي منطقية وطبيعية أن تؤدي لإختلاف البشر ونحاول المجمع البشر لن نستطيع شو رأيك في دكتور مخلص بقول لك الاختلاف تطبع وليس طبع طبع عام تطبع نعم أنا قرأت اللي قاله الدكتور مخلص وضافه كل ما تتكلم تم زراعته بالأجيال منذ نعومة أظافرها وصعب جدا تغيير الناس وخاصة نحن الذين عشنا في ظروف استثنائية في الشرق الأوسط أو في الشرق المتوسط خليني أحكي لك تقبل الآخر وتقبل الإختلاف هو أمر ليس باليسير ولكنه ليس بالمستحيل لأنه طبقوا كثير دول وناس وشعوب وعقبائل نحن نعرف نعرف أن العرب العرب دكتور جمال لما 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 قاتلوا في داحس والغبراء قاتلوا عشان إيش قاتلوا علشان فرسهم تسابقوا واحدة سبقة الثانية صحيح تقاتلوا عليها كم سنة أربعين سنة هؤلاء العرب أنفسهم لما جاءهم رسول سلم في بداية الإسلام لما أخف بين المهاجرين والأنصار اللي كانوا المهاجرين والأنصار يتقاتلوا على واحد يعني ممكن يكون اشترى شيء الثاني بدو ممكن تصير حرب بينهم سنوات أهل المدينة كانوا طول عمهم في حروب نعم لكن لما جاء رسلم وحدد لهم معنى الاختلاف ومعنى التعامل مع العشائر والقبائل ومعنى أنه يكونوا مختلفين في الرأي ويتقبلوا بعضهم البعض لما علمهم هذه الأمور وصل خلينا أعطيكم أنثلة كانت حقيقة موجودة عندنا وصل بأنه من أكثر الناس كانوا مختلفين في الرأي دكتور جمال عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت ولكن كيف كانوا يتعاملوا مع بعض في مرة من المرات عبد الله بن عباس وجد زيد بن ثابت على فرسه فعز عليه أنه جاء وهو على فرسه بهذه الطريقة وهو يعلم ويشهد له بالعلم فراح أخذ بخطام الناقة أو الفرس وقاده فقال له زيد قال له تنحى يا ابن عم رسول الله يعني استحى من الموقف استحى كيف هذا بيقود بيقود له فرسه وهو ابن عم الرسول فقال له فقاله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله وقال له وهم مختلفين في الأراء فقال له هكذا أمرنا أن نفعل لعلماء فشوف يعني صحيح إحنا لما يغيب التحضر عننا لا نتقبل الآخر لما يغيب عننا المدنية لا نتقبل الآخر لا نتقبل الاختلاف لما ينتشر بيننا المدنية والحضارة بنصير نتقبل بعض ونتقبل الاختلاف ونتقبل الآراء كلها حتى الآراء اللي إحنا بشايفين في بعضها حجة الأخ مازن طبعا بيحكي الكليات بنفس الاختصاص وفي نفس البلد تدرس مناهج مختلفة لتخلق أفكار مختلفة تغني البلد وهذا طبعا شيء مثل الحقوق تجد كل محامي يرافع عن قضية بشكل مختلف الأخ سمير طبعا بنرحب في الأخ سمير الأخ سمير من منيتوبا اهلا وسهلا فيك تعرفنا عليه قبل أيام عيدكم بارك حابب يشارك كان على الشاشة تواصلت معاه وللأسف صار عنده ظرف فإن شاء الله في ظروف أخرى سؤال هل قبول الاختلاف أجين هو طبع أم تطبق زي ما حكينا الاختلاف قبوله ليس بالأمر البسيط خاصة لمجتمعات جاءت من خلفيات قبلية وخلفيات فيها طبيع أحد ولكن ليس بالمستحيل تعلمه وليس بالمستحيل أن نتربى عليه وأنا أقول لك صحابة كانوا يتقاتلوا عمر بن الخطاب يا دكتور عمر بن الخطاب شو كان كان في الجاهلية كان يتقبل الرأي الآخر لا طبعا في الجاهلية طبعا حتى لما قال الإسلام من أراد أن تذكله أمه فليلحقني خلف هذا الوادي يعني حتى هذول اللي كانوا اللي كانوا اللي كانوا اللي كانوا يحاربوا بدون حق نعم اللي أرادوا أن يمنعوا من حقه من حريته لكن تخيل أعطيك أعطيك كيف تعامل عمر مع اختلاف الرأي نعم عمر بن الخطاب كان خليفة بزبوط يعني بمفهومنا الآن كان حاكم سواء كان والي ولا كان ملك ولا كان إمبراطور كان يحكم الناس صح ولا لا نعم وكان عنده قاضي وكان في واحد من المسلمين عنده قضية موجودة وينظر فيها في القضاء وكان عمر يعلم عن هذه القضية وكان عمر أيام أبو بكر أيضاً كان قاضي يعني إيش؟ يعني خليفة ومتمرس في القضاء متمرس في القضاء صح ولا لا؟ نعم لما جاء هذا المسلم سألوا عمر حكالوا بما قضى عليك القاضي وهو عمر خليفة ها؟ هم فحكالوا المسلم حكالوا قضى علي بكذا وكذا فشو عمر حكالوا حكالوا لو كنت بكان لقضيت عليك بأمر أخف يعني أمر حكالوا بشيء أخف من هيك فشو حكالوا المسلم هذا حكالوا فلما لم تتدخل وأنت خليفة المسلمين شوف شو رد علي عمر قال له لو كنت أردك إلى نص يعني نص قطعي لو كنت أردك إلى نص لتدخلت ولكني أردك من رأي إلى رأي حكالوا كلها رأى شوف الاحترام احترم المنصب احترم الموقع احترم مكان هذا الناس هؤلاء موجودين مش عبث هذا موجود حتى يقرر يصيب ويخطئ يصيب الصواب ويصيب الأصوب يعني إحنا إحنا أحيانا عفوا إحنا أحيانا بنشعر أنه الشخص اللي بيعمل ديسيجن هذا ملاك مش مفروض يخطئ يعني سواء سياسي سواء طبيب سواء قاضي سواء إمام سواء رجل بيطلع على التلفزيون زي أنا وأنت مثلا مفروض إحنا ما نخطئ يعني إحنا ملائكة خلص الحد لازم تقطع رأسه إذا إذا بنمواخذ بدي شرب كاسة ماء لا خلص هذا مش موجود مش لازم يسير ف ليش إحنا عنا هذه النظرة للأشخاص هدول يعني حتى السياسيين بيصيبوا بيخطئوا العامة بيصيبوا بيخطئوا ليش إحنا هذه النظرة هو هي عدم استيعاب إنه الإنسان يمكن أن يخطئ هاي أمر الأمر الآخر مفهوم الاختلاف عند الناس للأسف مفهوم خاطئ أنا هو عنده أتقبل أتقبل رأيك المخالف إذا جبت لي دليل وهذا اللي حابنا نحكي فيه من البداية نعم إذا أنا أنتظر منك الدليل القاطع عشان أتقبل رأيك كيف معناته أنا هي كاتقبلت رأيك كيف معناته أنا سمحت لاختلاف الرأي ما انتجبت لي دليل اختلاف الرأي وتقبل للرأي الآخر وتقبل وجود آراء أخرى معناته أتقبلها سواء جابت لي دليل أو ما جابت لي دليل نعم فهو مفهوم تقبل الآخر هو اللي فيه إشكال هي أمر الأمر الآخر الدكتور الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أصاب من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ما لا يعمل لا يخطأ فاللي بيعمل هو اللي بيخطأ هذي شي طبيعي ضبط انت لا يمكن لا يمكن أن تكون معصوم ولا يمكن أي دولة تطلب من قاضي أن لا يخطأ لو كانت الدول تطلب من القضاء أنهم ما يخطئوا كان ما حدا قضاء بين اثنين نعم أحيانك شغلي كمان أبو الأشعري لما جاء عمر وطلب منه أن يستلم القضاء خاف وكان رافض أنه يستلم القضاء أمر وعمر بالأمر لأنه كان خايف تخيل لو ما في هكذا إذا كان كلكم هربتوا من حولي مين سيقوم بأمور بشؤون المجتمع والناس مين سيقوم فيها فالاختلاف دكتور طبيعي اللي لا يتقبل وجود اختلاف عنده مشكلة مش المختلف ما أقول له عنده مشكلة لازم إحنا نفهم إذا أنا لم أستطع أن أتفهم أنه في ناس لها مشارب مختلفة ولها نظرات مختلفة ولها اعتبارات مختلفة يمكن أن تصل إلى آراء مختلفة فأنا اللي عندي مشكلة ليس هم اللي عندهم مشكلة لكن إحنا مشكلتنا غرورنا غرورنا مرات يا دكتور غرورنا بيخلينا نشوف أنه اللي مختلف معي هو أقل مستوى هو لا يفهم هو عقله بسيط هو ضحل أو بالعكس منشوفه متفلسف منشوفه واحد بضيع وقت تقضي أشغال عشانك لما تشوف واحد عماله بيحلل بالمسائل وأنا ظاهري أنا بنظر الأمور في ظاهرها وأشوفه بيحلل بعمق بحكي عنه إيه شوف بتفلسف شو يعني بتفلسف يعني أنا أنا مستهتر أنا مستهتر بما يفعل مستهتر بي طريقة في اتخاذ قراراته طريقة في الآراء شايف وهو بالمقابل لما يطلع علي بيحكي هذا إنسان بسيط شايف والحقيقة إنه الدين جاء يفهمه جميع الناس بنتائجه ويتمحر فيه مجموعة من الناس ويختلف فيه عدد كبير من الناس يس صدقت في الكابتن بسيوني أهلا وسهلا فيك بسلم علينا جميعا ونتشرف فيك بوجودك الأستاذ طاهر بولك وكل عام وانتو بخير طاهر رحياك الله ونتشرف فيك عبد الله بحكي الدنيا مثلا الله يمسيكو بالخير وكل عام وانتو بخير كل عام وانتو بخير طبعا عبد الله عمل أو وضع يده على الجرح تأخذ النصوص بظاهرها والمعنى والاجتهاد بالمقصود وبكمل والعبرة من الحديث جعل الله أهل الدنيا دليلا على أنه من يحق له النظر في الأدلة يجوز له الأخذ بظاهر الدليل من الكتاب والسنة كما يجوز له استنباط الأحكام منها عن طريق الاجتهاد والقياس أو الأخذ بالمفهوم وهذا يمكن حيوصلنا إلى منحة آخر اللي هو الاجتهاد اسمه اجتهاد اسمه اجتهاد علميا ودينيا صحيح؟ صحيح معناها قد يكون صحيح وقد يخطئ لأنه هو يجتهد في قضية ما فشو رأيك في الاختلاف اللي بيصير الآن في تحديد وقت الأهلة اللي هو العيد ورمضان وهلهم مجاربا أنا بدي بس أستأذنك دكتور على آخر فقرة حاب أني أتكلم تفضل تفضل يعني لأنه لأنه خلينا نرسخ مفهوم الاختلاف وتقبل الاختلاف إحنا لما 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 نتكلم عن يعني خلينا إحنا في كندا دكتور نعم هل نتقبل نتقبل وجود دين آخر أكيد حتى لو مش في كندا أي مكان المسلم المسلم لازم يتقبل وجود دين آخر نعم هل صاحب المذهب لازم يتقبل وجود مذهب آخر أكيد هذول اختلافهم في إيش اختلافهم في مرجع نعم عقائدي واختلاف في المرجع صح كل واحد له مرجعه اللي برجع له اللي برجع له هذا الكتاب أو اللي برجع لهذا النبي أو اللي برجع لهذه المجموعة من الفقهاء والآئمة صح أو لا نعم طيب لما أكون أنا أتقبل عقيدة أخرى ولا أتقبل اختلاف تفصيلي داخل أبناء العقيدة نفسها هل هذا منطقي لا طبعا طيب علشان الناس يعرفوا طبعا هذا واقع هذا بيحصل صح أو لا نعم بيحصل أو لا بيحصل حاصل طب أحكي لك أحكي لك هذا منهج مين نعم يستغربوا الناس عارف منهج مين هذا نعم هذا منهج الخوارج اللي هو ما في حدا غيرنا منهج الخوارج منهج الخوارج كانوا لا يتقبلوا اختلاف الرأي داخل المسلمين هل تعلم أنه لما رأوا واحد من الصحابة لما رأوا واحد من الصحابة مسكوه واحد من الصحابة يعني هذا عايش رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مسكوه فقالوا له ما رأيك بالخلاف اللي ماشي اللي جاري بيننا بين علي وبين علي ومعاوية وشو رأيك في بامتحنوه عشان يقرروا يقتلوا أو ما يقتلوا شايف فقالهم أنا أنا كتابي أنا مش مسلم فتركوا فتركوا إذن لما إحنا نتقبل الرأي وندعي أننا أهل رأي وأننا نتقبل الرأي الآخر بحجة بحجة إننا نتعايش مع المسلم وغير المسلم بينما نرفض التعايش مع خلافات الرأي الداخلية بيننا فترى أنا بحب أحكي للي بيبارس هاي الممارسة إنه هذا كان منهج الخوارج لكن الفرق إنه الخوارج كانوا يحملوا السلاح بس هذا كان منهجهم ماشي أقول لك منهج علي شوف منهج علي علي رضي الله عنه اللي شهد له كل المسلمين بمختلف مذاهبهم وبمختلف أطيافهم شهدوا لعلي رضي الله عنه بالحكمة والإيمان نعم نعم لما سألوا عن الخوارج والخوارج شو كانوا يكفروا علي صح ولا لا صح وكانوا يقاتلوا علي صح ولا لا صح لما سألوا عن الخوارج شوف هل في عندهم حجة ما عندهم مش حجة يا دكتور صح هل علي يتقبل حجتهم لا مستحيل يتقبل حجتهم شوف 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 التعايش مع الرأي الآخر يا دكتور لما سألوا علي قالوا له أكفارهم عن الخوارج شو حكالهم ها هيك حكالهم هم سألوا سألوا علي نعم الناس الناس سألوا علي قالوا له أكفارهم بسألوه كفارهم شو قالهم شو رض عليهم قالهم من الكفر فروا أيها يعني هذول أصلا خايفين من الكفر فهربوا من الكفر وأخطأوا بس هربوا من الكفر هم من الكفر فروا ما كفرهم قالوا له طيب أمنافقونهم قالهم المنافقون المنافقون لا يذكرون الله كثيرا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا هذول دائما يذكرون الله دائما يذكرون الله فكيف سميهم منافقين فسألوه إذن ما هم شو هم هم فحكى لهم شفت وصف كيف توصيف وصف الأمر بحقيقته من فعل وكان عادل في التوصيف معين هم خارجين عليه نعم قالهم إخواننا بالأمس لأنه كانوا معه في السابق صحيح إخواننا بالأمس بغوا بغوا علينا اليوم أعطاهم حكم البغاء اللي هو يخرجون على الحاكم بالسيف بالسلاح يعم تعرف شو حكى حكى نقاتلهم ما رفعوا السلاح تخيل يعني لو ما رفعوا السلاح شو يعمل لا نقاتل لا نقاتلهم ولا شيء نتركهم إلهم حق إلهم حق يروا ما يرون إلهم الحق يشوفون على خطأ على باطل يشوفون مش مش مسلمين مظبوط يشوفون إلهم الحق مشكلتهم مع علي إنهم رفعوا السلاح شوف تقبل الآخر لأي مستوى يا دكتور هذا حاكم هذا حاكم يحكم وطلع ناس يكفروه ويقول مشكلتي معهم مش إنهم يكفروني مشكلتي معهم إنهم رفعوا السلاح لمجتمع شايف طيب تخيل شو بقول في ختام الأمر شو بدي فهم الناس احكي لهم ليس كل من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه نعم نحن نختلف نحن نختلف وإحنا كلنا نريد الحق ونتحارب وإحنا كلنا نريد الحق وممكن واحد مننا يهين الآخر وإحنا كلنا نريد الحق طب ليه تهيني وليه أهينك نحن نحاول أن نصل إلى الحق كل واحد له طرق ونصول إلى الحق له فهم ونصول إلى الحق له قدراته العقلية خلال ونصول إلى الحق إذن عارف الدكتور اللي يدعي أنه مستعد يتعايش مع الناس أو يدعي أنه يحترم الآراء كلها وهو لا يحترم رأي القريب منه إذا اختلف معه فهذا يجزئ المبدأ والمبدأ ما في تجزئ وحقيقة إنه احترام الرأي عنده هو أمر طارئ وليس أمر ثابت صح فكرة يعني جميلة ورائعة المهم إحنا نوصل لهذا المنهج طيب نرجع لسؤالنا اللي سأله أو لمح إله عبد الله الاختلاف اللي بيصير في خلينا نأخذ أصل الاختلاف نعم نأخذ أصل الاختلاف إحنا حكينا أسباب الاختلاف أسباب الاختلاف قد تكون أمر أمر جذري ترتب عليه هذا الاختلاف فالأصل نرجع للجذر تبعه ماشي الناس حدا أفطر وحد صام حدا عيد وحد ما عيدش ماشي ومعليش يعني هاي بدي أحكيها بدي أحكي شغلة هاي بتصير كل سنة يعني يعني أد معنا بوعا كل سنة ناس أفطر وناس صاموا يعني سنوية يعني مش يوم وليلة ونفس الفيلم احنا حكينا عن أسباب الاختلاف قلنا من أسباب الاختلاف المرجعيات صح؟ صحيح هل في عنا مرجعيات مختلفة الآن؟ أكيد أكيد فطبيعي أنه نختلف يا جماعة على فكرة احنا في دولة في عنا مرجعيات مختلفة نعم ماشي اللي ما بيعرف اللي ما بيعرف أن المسلمين في كندا عندهم مرجعيات مختلفة منحب نفاجئ اليوم هذا مش عايش وفي هذه الليلة ونحكي له يا أخونا الكريم في كندا لدينا مرجعيات مختلفة وليس لدينا مرجعية واحدة نعم ماشي ونحن نحترم كل المرجعيات لأن وجودها له سبب كمان ما بدنا نكون إحنا نحكي بشيء ونخالفه وجود المرجعيات أيضا له سبب فنحن نحترم كل المرجعية ماشي لكن وجود المرجعيات المختلفة تؤدي إلى وجود آراء واستنتاجات وقرارات مختلفة الشيء الآخر أصل هذا الاختلاف حديث رسول الله سلام سوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته صحيح مزبوط مزبوط طيب إحنا حكينا النظر في النصوص الناس مختلفة في النظر في النصوص في ناس بتاخد على الظاهر وفي ناس بتاخد على الدلالة صحيح طيب اللي حياخد على الظاهر شو حيحكي حيحكي أنا أتبع النظر بالعين نعم صح نعم اللي حياخد عن مبلول شو حيحكي حيحكي أي قياس فلكي بدلني على إنه دخل الشهر فأنا أتبع قياس الفلكي نعم صح صح طيب من أيام يعني وجود الفلك إلى الآن هل غيرنا كثير في الموضوع ما غيرنا كثيرا في الموضوع نعم إذن حيظل في ناس بيشوفوا النظر بالعين المجردة وفي ناس بيشوفوا النظر الفلكي يعني هو نفس الدبيت هذا نفس الدبيت هل نعتمد على الفلك أم نعتمد على العين أم نعتمد على المجهر بالضبط طيب هل اللي بيعتمدوا الفلك شايفين أنه اللي بيعتمدوا النظر ناس سخيفين وسفهة ولا لا أي للأسف في ناس من اللي بيعتمدوا هذا الكلام شايفين الآخر سخيف وسفيه وفي ناس من الطرف الآخر شايفين هدولة مش ملتزمين بالنص وبعيدين عن نص الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بس للعلم أحكي لك شيء لو إجى واحد منهم حط حاله محل الثاني بحب أخبرهم هيستوعب أشياء كثيرة هو ما كانش مستوعبها من الطرف الآخر تعرف يعني اللي بيشوف النظر هو الأصل بدا أسألك سؤال طبع لو واحد أصابته نجاسة صح وما رأى النجاسة بعينه هذا الشخص ما في عليه أي شيء صح هل بطلب منه أنه يفتش على النجاسة بمايكروسكوب لا طب بإمكانه يفتش عليها بمايكروسكوب أو مجهر ممكن طب هل أنا أثقل عليه وأقول له شوفها بالمجهر عشان تتأكد لا هل تعلم أنه هذا جزء من الخلاف يا دكتور جمال يا الله لأنه في ناس لأنه الناس اللي أخذت على الظاهر شافت أنه هو العل الظاهر هو العل العين العل النظر بالعين ورؤية الهلال بالعين وعدم تعمد رؤيته بأي قياسات ثانية أنا شخصيا أنا شخصيا محمد ماشي أرأ أنه جانبهم الصواب ماشي ماشي لكني أتعايش مع رأيهم وأقدر تفكيرهم كل النظر بطريقته ماشي الطرف الآخر شاف أنه العل مش فيه أنه أشوف الهلال العل في دخول الشهر ولذلك أي طريقة بتدلني على دخول الشهر هي طريقة مطلوب أني أبحث فيها وأدور عليها وأطلعها شايف هذا هو الخلاف بين الأمرين وأنا بس حابب أحكي شغلة أنه يعني حتى فيه ناس ما بتعرفها يمكن أو ناس بتعرفها ومش كتير أنه فيه خلاف في مواقية الصلاة يعني أنت بتصلي على توقيت معين يعني إحنا بنصلي مثلا الظهر الساعة واحدة فيه حسابات للمالكية أعتقد تختلف عن حسابات الأئمة الآخرين فيعني حتى في حساب الصلاة ولكن ما بيصير جدال كتير لأنه الكل شغال على هالأب أو على سماع أدالي المسجد فانتهى الموضوع فما بوشعروا بالخلاف ما بوشعروا فحتى في الشغلات البسيطة في خلاف حتى يعني فيه أمور كتير فيها خلاف فيعني بس للأسف كل سنة في ليلة رمضان يعني بارح كان أنا جروب بمكن ميتين تلاتمائة مسج بس بكرة العيد أحكي لك شيء دكتور الاختلاف مش بس الاختلاف مش بس على موضوع الرؤية بالعين ولا بالفلك الاختلاف على المطالع يعني هل المطالع هل القمر له مطلع واحد على كل الأرض نا طبعا ولا له عدة مطالع يعني مثلا لنفرض أنه إحنا في كندا ماشي الناس القريبين من أمريكا على الحدود هدولة بصوموا مع بعض إذا رأوا القمر لو افترضنا أنه كندا لها مفتي واحد مفتي واحد ماشي وإحنا شفنا أو في حد شاف القمر في كالغوري هل الناس اللي في وينزر ملزمين بالصيام أو الإفطار يعني هل رؤية القمر في مكان في العالم يجعل كل الناس في كل العالم عندهم رمضان أو عندهم العيد هذا خلاف قديم هذا خلاف قديم قالوا بوحدة المطالع أنه المطلع واحد يعني القمر يأتي على الأرض خلاص أتى على الأمر الأرض دخل الشهر وقاسوا عليه أنت اليوم لما تروح على الحج إحنا في الحج ما بنحج بنحج بواقت واحد كلنا نعم صح؟ لو كان الأشعر العربية مختلفة كان اختلاف التوقيت في الحج يعني بنرجع بنحكي أنه الاختلاف رحمة والاختلاف يا جماعة شيء يعني طبيعي وليس أب نورمل بالعكس هو نورم يعني الإنسان بختلف حتى أنت عقليا بتختلف مع زوجتك مع ابنك مع بنتك مع أمك مع أخوك مع نفسك مع نفسك يعني أحيانا أنت بتسوي شيء تاني يوم بتسوي شيء مخالف فلم ينزل الله سبحانه وتعالى نصا حرفيا ربنا جعل فيه رحمة لإننا فلا نجعل إحنا من هذه الرحمة نقمة لنفسنا وأنفسنا وللأسف يعني أنا برجع يعني أنا حابب أحكي هذه الكلمتين مع لش مع أنه يعني إحنا مفروض ما نظهر أراء شخصية في المواضيع هاي لكن عدم عدم الدخول في الشخصيات وفي الأنفس وفي يعني للأسف في بعض العلماء اللي اللي أفتوا أنه يوم السبت هو العيد بدأوا يدخلوا في أشخاصهم وبدأوا يعني أنا شفت ناس يكفروهم أنه هدول خرجوا عن الملة وهدول سببوا شقاق في الأمة وا 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 يا جماعة يا جماعة يعني حرام أنك تدخل أوكي أنت ممكن تختلف معاه في الرأي تختلف معاه في المنهج وتختلف معاه في المرجعية لكن لا تدخل في الأشخاص يعني حتى في ناس للأسف بقول لك أوكي في ناس اعتمدوا على مورتانيا والصومال مين هي مورتانيا يا أخي دولة إسلامية مش عشان هو مصبوط مصبوط قل له ما منعك أن تتبع يعني أنت شفتهم ضلوا ليش ما تتبعتني ليه كذا لما أمرتهم شو قال له هارون عليه السلام شو رض عليه قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولا من تركب قولي يا الله ففي ناس يتخذوا الدين ذريع للشقاق والنزاع والحرب والقتل والدين ليس ذريع للشقاق ولا النزاع ولا الحرب ولا القتل بدليل ما فعله هارون عليه السلام يا الله استنى لحد ما يجى موسى لأنه مرجعيتهم لأنه كانت مشكلتهم في المرجعية مش قولنا واحد من الأسلام المرجعية نعم انتظر لأيج المرجعية فردهم ردهم إلى دينهم وما فعل أي شيء يؤدي إلى شقاقهم ونزاعهم وتفريقهم خشيت وأن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي اعتبر حجة التفريق حجة مهمة أنا بس عشان الناس عشان يعني خليني أنا معلش أتنازل عن رأي في خلافات معينة في الرأي في هذا الموضوع وهذا من باب الأولى نحن يا جماعة الخط طريق عريض وليس خط رفيع الحق يعني ممكن تكون أنت على حق وأنا أختلف معك وأنا على حق وفلان يختلف معنا وهو على حق لأنه هذا استدل بدلائل ودلالات رب العالمين أعطاياها نعم وسمح له أني أستدل فيها وأنا استدلت بدلالات رب العالمين أعطانيها وسمح لي أني أستدل فيها وإحنا في الأخير كلنا ماشينا في نفس الطريق العريض اللي وصلنا إن شاء الله للآخر الصحيحة وللغايات الصحيحة آمين الناس دكتور الأئمة الأئمة في أوتوا نعم هل تعلم أنه كلامهم في موضوع المطالع هو يؤيد أصلا كلام ناسا هو يؤيد كلام الفلكيين يعني الفلكيين اليوم لما بيحكوا أنه استحالة استحالة تولد الهلال في ذلك اليوم هم بيحكوا عنه استحالة تولد في ذلك اليوم على كندا ولا بيحكوا على العالم كله بيحكوا عن العالم كله بيحكوا عن كل العالم لما بيحكوا أنه ممكن أن يتولد الهلال يعني أن يتولد الهلال على العالم كله الأئمة في أوتوا وغتنو يأخذون برأي وحدة المطالع فبقول اللي بيشوف إذا مجموعة وهم حددوا عددها أقلها أربعين من التقات إذا بيشوفوا الهلال بالعين المجردة إذا بيشوفوا الهلال بالعين المجردة ماشي فهي رؤية إلهم من أي مكان كان في العالم الإسلامي وغير الإسلام إذا كان في هيئة شرعية معتبرة هيئة شرعية معتبرة يعني تقوم بكل ما عليها في مراقبة الهلال بشكل سليم وثقة وكذا وعدل وعندها إمكانيات سليمة ومستقلة مش بأمر من أوامر حكومة معينة أو جهة معينة رأة الهلال أو مجموعة معتبرة رأة الهلال وكان هذا الرأي معتبر فهم يلتزموا فيه من أي بقعة كانت في العالم ماشي اللي هو من مبدأ التجميع مش مبدأ التفريخ مبدأ التجميع ومن مبدأ أنه مطلع مطلع الهلال واحد في كل العالم وعلى الأرض هو الهلال إذا جاء مرة وحدة الشهر إذا دخل بدخل على الأرض كلها ما في في كندا شوال وفي السعودية شوال آخر وفي وفي موريتانيا شوال المختلف عنهم هو نفس شوال شايف فهذه مسألة المسألة الثانية موضوع النظر هم بيشوفوا إذا استطاع الإنسان العادي بمجموعة معتبرة استطاعوا أنه يروا الهلال بالعين فهذا يثبت النظر إذا ما شافوا بالعين يأخذوا بالفلك يعني هم ما أهملوا الفلك بالمناسبة اللي يظن أنه هم مهملين للفلك هو مخطئ هو مش عارف أصلا مش عارف هم مبادئهم وقواعدهم في الاستنباط وإحنا حكينا عشان تفهم الآخر حطها لك محل قواعد هؤلاء الناس في الاستنباط لا ينكروا الفلك لكن يأخذوا بالفلك إذا تعذرت الرؤية واضح لكن إذا إذا مئة واحد شافوا الهلال ماشي بحكوا ثبات الهلال إذا ما حد شاف الهلال والفلك يقول إنه إنه لا يمكن لا يمكن أن يتحقق الهلال بهذا اليوم بيأخذوا بالفلك واضحة واضحة يعني هو المقصد إنه قد يكون فيه هناك اختلاف قد يكون هناك ربكة لكن نرجع نقول إنه يجب أن نتفهم أن هذا شيء طبيعي يعني لاختلاف المرجعيات ما حكى له السادة محمد ولكن أهم شيء أن لا نحارب الأشخاص ممكن إنه نقوم نتناقش بالأفكار الشيء مفتوح وأتوقع أنه إحنا مش هنا في موقع لا معاداة ولا دفاع عن أحد ولكن حبينا نظهر الحقيقة على ما هي عليه بحيث أنه الجميع يتقبل الجميع ولعيد يوم تستمت كل عام هو بخير ولعيد يوم تلاحد كل عام هو بخير وإن شاء الله رب العالمين لن ينقص ميزان أحد وصارت كتير سنوات وأخطأنا يعني ربنا ما يجا وشأننا كنا من على الأرض لأنه أخطأنا بيوم أصمنا زيادة أو ناقص حتى أنا أتذكر في سنة من السنوات سمنا 28 يوم صحيح أو لا لأنه كنا بدينا الصيام بيومين متأخرين بالخطأ وقدنا لاحقا وطلعنا كفارا وانتهى الموضوع وتخيل يا دكتور أنه تخيل أنه شفنا ناس بعتوا لنا رأي الفلكيين بأنه يوم الأحد هو العيد وبعدها ناس بعثوا لنا أنه رأي الفلكيين أنه يوم السبت هو العيد حتى الفلكيين في اختلافه لا يعني يعني يا جماعة إحنا لازم نفكر كيف نعمل لما نختلف لأنه لن نستطيع أنه نغير الاختلاف رح يظل في اختلاف لأنه مشارب الناس وحكمها على الأشياء مختلف أسباب الاختلاف كثيرة ومتنوعة ومصادر الرأي متشعب جدا 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 والنظر في الأمور إلى أول طريقة إلى أول ومالهاش آخر فطبيعي يظلوا الناس مختلفين ورب العالمين قال ولا يزالون مختلفين لازم يظلوا مختلفين وحيظلوا مختلفين إذن نتعامل لما يصير اختلاف بعدين فيه شغل اللي بدأنا فيها يا جماعة الإمام يجب الخلاف هاي قاعد قديم 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 الإمام يعني أسألك سؤال دكتور لو ما في حكومة في كندا بتتوقع قوانين السير هتكون وحدة نعم نعم طبعا إذا كان الدليل على وجود الله الدليل على وجود الله الواحد وجود قوانين واحدة في الكون ثم تسير الكون نعم يعني لما يكون في مرجعية واحدة بصير فيها وحدة طبعا لكن لما يكون في مرجعيات بصير في تناقض وبصير في اختلافات نعم وهذا اللي بصير هذا اللي بصير لما نطلع كباك نطلع كباك اللي هي جارتنا تتخالف ومتى مش عارف ليش نعم لا أنا أعطيك مثال أحسن من هيك كنا أنا كنت في ميسي ساقة ماشي أنا مثلا دكتور مخلص المشكلة مش في كندا المشكلة في كل العالم دكتور مخلص المشكلة مش بس عندنا في كندا وحتى أحكي لك في أستراليا أنا بس مع ليش بدي أطلع على هذا الموضوع شرط في أستراليا في عندهم لجنة إفتاء لكل أستراليا أستراليا من نيوزيلندا في عندهم مفتي ومع ذلك في مرجعيات اللي هم مثلا أنا كنت في بيسي ساقة وكنت عامل من حساب في الار بي سي باك نعم ماشي لما اجيت على أتوا رحت علشان أراجع البنك في فرع أتوا نعم عارش بحكي لي نعم بحكي لي احنا لازم نعمل لك حساب جديد حكيت له ليش حكي لأنه إحنا في أتوا بنتبع كيبك ما بنتبع أونتاريو حكيت له نعم هو هو مخلص يحلها عن طريق الحكومة الكندية يفكر الحكومة الكندية حتحلها يفكر أن الحكومة الكندية حكومة الكندية مش حالتها لأر بي سي بانك بحكو لنا إحنا في أتوا تابعين لكيبك قوانين كيبك مختلفة عن قوانين أونتاريو حكيت لهم بس أنتم موجودين في أونتاريو طيب وأنا لما أروح أشتري وأبيع في شركتي أنا حشتغل على أونتاريو قانون أونتاريو وتاكسيس تبعات أونتاريو والعالم تبعا حكيوا لي إحنا متفهمين من الموضوع بس إحنا لأنه زمان كانت كانت تابع المنطقة لكيبك فظلينا إحنا تابعين لكيبك وما تحولنا لأونتاريو فظلوا تابعين لك أو أني كيبك يعني المرجعيات إذا اختلفت أو عدم وجود مرجعية واحدة يؤدي إلى التنوع في الرأي هذا أمر محتوم لا يمكن أحد أن يناقش فيه يا جماعة لا يوجد وأنا بدي أفاجئ للمرة الألف بدي أفاجئ الناس المتفاجئين أنه المسلمين ليس لهم مرجعية واحدة في كندا ولا في غير كندا ومن الطبيعي من الطبيعي بناء على هذا الأمر أنك تشوف تنوع في هاي القرارات لأنه في تنوع عند القواعد المذاهب هيجي واحد يقول لك ليش في مذاهب يا أخي هاي المذاهب من يوم الناس من أيام أيام الناس ما كانت موجودة وفي اختلاف في قواعد يعني أسألك سؤال دكتور في الطب ما في مذاهب في المدارس كاملة وجاخل المدارس في مدارس صحيح وفي الطباء الناس مش عام بشو يعني مذاهب هاي المذاهب معناها مناهج معناها مناهج يعني في منهج لا يأخذ بعمل أهل المدينة في منهج بقول عمل أهل المدينة اللي شافوا الله صلى الله عليه وسلم قدامي قدامه أولى من رأيي أنا هيك بيشوف هيك بيشوف طب تعالي تعالي اقنعوا تعالي اقنعوا إنه كلامه صح أو كلامه غلط أو غيره صح أو غيره غلط هذا منهج هيقاعد في المنهج ليش إحنا بدأنا بتذكر لما بدأنا نقاشنا عن المنهج يا دكتور جمال صحيح لأنه هذا هو هذا هو إذا إحنا استوعبنا صدقني إذا استوعبنا إحنا هنعيش بمدنية حقيقية وإذا استوعبنا اختلاق المنهج يرجعوا يحضروا الحلقتين اللي عملتهم عن المنهج كانوا الحلقة الأولى والحلقة الثانية بتكلموا بشكل مفصل عن موضوع المنهج وأعتقد فيه استمرارية رح تكون لأنه لما بنفهم كلمة منهج رح نفهم شو الاختلاق أكيد بالضبط إذن خلينا نحكي كل ناس اختلفوا يا جماعة لهم منهج للوصول إلى الحكم عشان تستوعب هذا الأمر بدك تشوف قواعدهم في المنهج إحنا تقبلنا يكون عندنا منهج شافعي ومنهج حنفي ومنهج حنبلي وكل واحد من هاي المناهج تسلسلها في الوصول إلى الحكم مختلف عن الآخر ومالكي بلاش نعر عليك المالكية والشيعة والمالكية والشيعة والإباضية والإثنين عشرية كلهم عندهم منهج ماشي لا تقنعوني أنه أنتو تقبلتوا هاي المناهج وتطبعتوا على رأي الدكتور مخلص تطبعتوا بهاي المناهج وجايين الآن مش عارفين تتطبعوا وتقتنعوا بمنهج فئة موجودة عندها منهج في الحكم وأنتو ترفضوا تماما أن يكون في منهج عندها وبعدين بترجعوا وتقولوا إحنا نطالب أن يفتح باب الاجتهاد وأن يكون هناك اجتهاد بين المسلمين لا أن تصدعون ذلك ولا تقبلونه لأنه لو تقبلونه كان قبلته أن يكون في منهج متعددة والناس تجتهد على حسب منهجها لأنه كما الله سبحانه وتعالى بيحكي وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ الْنَاسَ أُمَّةً وَاَحِدَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ يعني أعتقد هذه الآية بتلخص حديثنا اليوم يعني صراحة شكرا للأستاذ طاهر اللي حطنا إياها على الشاشة أنا كتير كنت متشوق في الدكتورة يسرى يجب أن يكون لنا منهج يعلمنا تقبل الرأي الآخر واحترام الحرية وهذا اللي بنقوله يا دكتورة يسرى لأنه لأنه لما حكينا زمان عن موضوع المناهج ولما حكينا عن موضوع المنهج المنهج في تقبل الرأي الآخر المنهج في التعامل مع الاختلاف ولما نصل إلى تقبل الرأي الآخر ومنهج صحيح في التعامل مع الاختلاف سنصل إلى المدنية الحقيقية المطلوبة نعم نعم يعني أنا في نهاية الحوار بدي أعطي لأستاذ محمد آخر دقائق يتكلم إذا في عنده أي إشي يلخص فيه ورح ننهي إن شاء الله فنشكر الجميع تفضل سيد محمد اللي بدأ أقوله اللي القول اللي قاله علي رضي الله عنه وهو القول الفصل في هذه الأمور ليس كل من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه وكل مجتهد كل مجتهد يعني عنده منهج يعني لا يجوز لا يجوز لقاعد غير مجتهد ليس له ليس له صفة المجتهد أن يعيب على من له صفة المجتهد عارفين زي إيش زي اللي جالس على باب الدكان اللي جالس على باب الدكان مش مخلص إعدادي وبيتكلم وبيتكلم عن الفلك أو عن عمليات دقيقة في الطب ماشي نعم هذا هذا يرى الطبيب لا يحق له أن يفتي ويرى مخطئ وحط رجل على الرجل وعماله بياكل بزر في يا جماعة في مناهج ومن وصل إلى أن يكون له منهج من وصل أن يكون له ملهج منهج إذا أخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجرا هذا مش قولنا هذا قول الله هذا يعلمنا إنه يجب علينا أن نتقبل المناهج المختلفة بين الناس مش بين المسلمين بس أنا بحكي المناهج المختلفة يجب أن نتقبلها بين الناس وإذا ما استطعنا أن نتقبل المناهج المختلفة بين الناس لن نستطيع أن نصل إلى المدنية التي نرجوها صدقت صدقت طبعا في نهاية أشكر الأستاذ محمد على التنخيص يعني أعطانا إياه عن موضوع الاختلاف في القضايا اللي بنشوفها في حياتنا مش بس الدينية بس في كل شيء حتى الاختلاف في الأكل في الشرب في الملبس أنت بشوف إشي أزكى من إشي غيرك بشوفه هذا أزكى في أكلات إحنا ما بنقدر نوكلها أصلا في غيرنا بكلها من الشعوب العالم فهذا إشي طبيعي وهذا أجين فيه اختلاف وعشان هيك لازم نتقبل الآخرين وإحنا بصدر أكثر من رحب رح نتقبل انتقاداتكو اقتراحاتكو أي شيء بتحكوه عن الموقع تبعنا اللي أعلننا عنهم بيرح اللي هو www.canartv.ca موجود تحت الشاشة canartv.ca إذا عندكو أي شيء بتحبوا تحكوه نحب نغيره طبعا هو بروتو تايب لسه لكن إن شاء الله رح يكون فيه أمور أكثر قريبا هذا يعني بداية العيد كانت فرحة بيرحة لنا عن هذا الموقع وإن شاء الله يكون موقع الجميع موقع عائلة كنار تيفي رح تشوفوا فيه الأرباطاشر برنامج اللي إن شاء الله سيكونوا بشكل مستمر وبرضه بنرجع برح حب أي شخص بحب ينضم لأسرة هذه القناة عنده فكرة ممكن نفتح له سبط في وقت معين ونبدأ في موضوع آخر الحلقات رح تكون الساعة سبعة والساعة تسعة حذكركم بكرة في حلقة ساعة تسعة رح تكون عن الفلكلور السوري والتراث الشعبي حنتكلم فيها بشكل مفصل برجع بشكركم وكلكم جميعا على كل دعم وبقولكو مرة تانية كل عام وأنتوا بألف ألف خير تقبل الله مننا ومنكم صالح العمال والطاعة وإن شاء الله رب العالمين تكون هاي الأيام الفضيلة أيام خير وبركة علينا وعليكم وعلى أهلكم كل عام وأنت بخير تقبل الطاعة